اشتركوا في القناة بمعنى أن تكره أن يمضي عليك يوم بل أن تنضي عليك دقيقة لم تستفيد فيها شيئا إذا وصلت إلى هذه المرتبة فأنت ستنجح لا محالة بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى لكن إذا كنت من الذين وهم كثيرون من الذين يقولون يقال له مثلا هذه الساعة أين كنت طيب كنت في مقهى مثلا جالس مع أصدقائي ماذا كنت تفعل لا شيء لازم أن أكون أفعل شيئا ما كنت أفعل شيئا استفدت شيئا لا ما استفدت من الضروري أن أستفيد شيئا معينا الذي يكون هكذا يصعب جدا أن ينجح وإذاك لاحظ معي أني ما أقول علم شرعي فقه كذا أنا أتكلم عن المعرفة من حيث هي قد تستفيد العلم الشرعي وأعظم به علما ومعرفة ولكن قد تستفيد شيئا آخر يعني تتعلم مهارة يدوية تستعملها وتفيد بها نفسك وتنفع بها المسلمين تتعلم علما دنيويا تفيد به المسلمين لكن أن تبقى هكذا لا تتعلم شيئا هذه مشكلة عويصة وتعلم الأشياء خير من جهلها كما يقال وقد بقيت في ذهني حادثة وقعت وأنا في مدرسة المهندسين منذ سنوات طويلة كان عندنا أستاذ يدرس اللغة الفرنسية أو تقنيات التواصل باللغة الفرنسية فجاء ذكر كلمة باللغة الفرنسية فعرفها بعض الطلبة ولم يعرفها آخرون فقلت أنا لصديق لي قلت له يعني على كل حال هذه الكلمة ما يهم أن تعرف يعني إذا عرفتها أو ما عرفتها لا يؤثر ذلك شيئا فقال لي كلمة والآن مضت نحو 24 سنة وأكثر ما غادرت ذهني منذ ذلك الوقت قال كلا ما معناه كلا بل تعلم ذلك خير من الجهل به هذا صحيح هذا صحيح لأن بعض الناس يظن أن دماغه مثل اللي يكون في الحاسوب بمعنى إذا حملت فيه معلومات كثيرة فسيأتي الوقت اللي يقول لك انتهى لا يمكن أن أضيف شيئا الدماغ ليس هكذا الدماغ يمكن أن تضيف فيه إلى ما لا نهاية لا تعلم حدوده فإذن علمك بالشيء خير من الجهل به إلا الأشياء النادرة المخصوصة التي ينص العلماء على أن الجهل بها أولى كالعلم بالسحر مثلا أو بأمور من هذا القبيل هذا يقولون هذه علوم محرمة من الأفضل أن لا تعلم فإذن المطلوب أن المسلم يكون دائما عنده حرص على التعلم بعض الناس وهذه آفة وأنتم ربما أنتم الآن تعيشون في بلد يعني أوروبي متقدم بالمقارنة مع أغلب الدول الإسلامية فلا شك أنكم تلاحظون أن من الأشياء المهمة جدا والأساسية التي تميز بينهم وبيننا هي قضية الحرص على المعرفة والحرص على العلم هذا شيء معروف ومشاهد وهذا شيء تفوق به علينا فينبغي أن نعيد النظر في حساباتنا مع أن الأصل أن هذا الإسلام يدعونا إلى هذا فلا ندري لما صار المسلمون بهذا الشكل أنا أعرف خلقا من على كل حال في بلدي قد يكون الأمر هنا أيضا وشاهدت مثله في فرنسا لأنني أعرف فرنسا أكثر مما أعرف هولندا شاهدت مثل هذا كثيرا حتى أنهم في فرنسا يقولون أن أغلب المسلمين يختارون الأعمال السهلة لأنه ما يدون أن يضيعوا وقتهم في كأنه يعني تسمع يضيعون وقتهم كأن هذا الوقت ما أدري ما يصنعون فيه فيختارون الأعمال السهلة وأنا أعرف مثلا المهندسين تخرجوا من مدرسة الهندسة ثم بعد ذلك لا شيء لا يفكر في تعلم لا يفكر في علم لا يفكر في أي شيء فقط يأكل ويشرب ويفكر في الزواج وبعد الزواج الأولاد وبعد الأولاد حين ينتهي كل شيء القناة الرياضة هذه ومباريات كرة القدم كل أسبوع ثلاث أربع مباريات والأوقات تهدر والأعمار تمضي فيما لا يعود نفعه على المسلم بشيء هذه كارثة هذه كارثة أنا أتذكر وأنا لا أذكر هذا المثال لكي أقول أني أتميز بشيء معين لكن فقط لي لعل ذلك أن يكون محمسا لبعض الشباب أنا أذكر تخرجت من كلية الهندسة في شهر غشت يعني في الصيف فسعيت في شهر شتنبر أن أسجل في في كلية أو في جامعة لأنه ما أستطيع أنا قلت أقولها لهم هكذا ما أستطيع أن أجلس هكذا نون أن أتعلم لا يمكن حتى وأنا أعمل لأنه دخلت للعمل كمهندس ومع ذلك أقول لا ما يمكن أريد أن أتعلم فيسر الله عز وجل يعني ما يسر في شتنبر هذا لكن بعد سنة يسر فدخلت إلى الدراسات الإسلامية ومضيت فيها فالمقصود لابد أن يكون عندك ضمأ معرفي إذا جلست في مجلس ووجدت الناس يتحدثون في أمر علمي معرفي فاحرص على أن تتعلم الآن أتيحت لنا فرص التعلم بشكل خرافي جدا يعني ضغطة زر على جوجل هذا ويخرج لك العلم أنا أتذكر في زمننا ما كانت الأمور بهذه السؤولة بحيث إذا أردت أن تتعلم شيئا تحتاج أن تبحث عنه بحثا طويلا في الكتب وقد تجده وقد لا تجده الآن الأمور عكست صحيح أن المعلومة صارت أيسر ولكن الهمة صارت أدنى صارت دنيئة ضعيفة همم الناس صارت ضعيفة جدا بينما همم المتقدمين والذين قبلنا هم أفضل مننا وهكذا هممهم كانت أعلى بكثير كانوا يبحثون في الكتب أنتم تعرفون أن جابر رضي الله عنه رحل لسماع حديث واحد كم مسيرة شهر تصور هذا رحل شهرا ما رحل إلا لسبب واحد يريد أن يسمع حديثا يرويه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن هذا الحديث نفسه تجده بضغطة على جوجل يعني في ثانية أو ثانيتين لكن أنا متأكد أنه على الرغم من وجوده قل مننا من يحفظه أو يعتني به أو يحتفي بفهمه لكن ذاك الذي رحل من أجله مسيرة شهر لا شك أنه أعظم اعتناء به من غيره ثم ما دمنا نذكر الضمأ المعرفي هذا الضمأ المعرفي يكون بالقراءة معدلات القراءة عند المسلمين ضعيفة جدا وأنا كنت أظن أن المسلمين إذا خالطوا غيرهم من الأمم التي تقرأ كثيرا فإن ذلك سيحثهم على القراءة أكثر لكن ما نقل لي في بعض الدول الأوروبية والعهدة على القائل أن الأمر ليس كذلك وأن المسلمين لا يقرؤون بل بعض المنظور إليهم المتصدرين للدعوة لا يقرؤون وهذه كارثة الكوارث وآفة الآفات إذا كانت القراءة بهذه الطريقة فهي مشكلة عويصة جدا القراءة هي التي تخرجك من الجهل إلى العلم والقراءة هي التي تعلمك وتثقفك وتجعلك من أهل المعرفة هي النور الذي ينير دربك الآن كثير من الناس يأتي فيقول اختلف الناس اختلف العلماء أكثرتم علينا أيها العلماء وأيها المفتون واحد يفتيني بكذا واحد يفتيني بخلافات كثيرة ماذا أصنع هل بذلت جهدك هل بذلت جهدك للتعلم ومن التعلم القراءة من أساسيات التعلم القراءة هؤلاء الذين يعني من الأمم الأخرى من غير المسلمين يقرؤون جدا وأنا أتذكر حدثت حادثة في يوم من الأيام في المغرب هذه كنت في قاعة انتظار في عند طبيب فتعرفون في قاعة الانتظار تكون مائدة صغيرة عليها مجلات عليها أشياء من هذا القبيل يعني ليقرأها الناس في الانتظار ف جلسنا المغاربة يجلسون واحد إلى جانب الآخر إلى جانب الآخر الذي يكلم صاحبه الذي ينظر من النافذة الذي يتأمل في الآخرين على قاعدة ماذا يصنع هذا وماذا يلبس هذا وإلى آخره الذي يتأمل ما أدري هل يتأمل في همم الدنيا أو يفكر في نظرية علمية ضخمة أو أي شيء لكن لا أحد يفكر أن يقرأ دخلت للأسف امرأة أوروبية فحين جلست أول ما فعلت أخذت كتابا وبدأت تقرأ حقيقة هذا شيء مؤسف جدا لأن القوم يقرؤون وما دام يقرؤون ونحن لا نقرأ مع أننا في الأصل منسوبون إلى القراءة فإنهم سيتفوقون علينا وسيبقى المسلمون في ذيل الأمم ما داموا لا يقرؤون والمشكلة أنه أنا لا أقول الذين لا يقرؤون هم مثلا الأمي الأمي هذا مفهوم أن لا يقرأ وإن كانت الأمية في مثل هذه البلاد قليلة لكن على كل حال مفهوم لكن إشكالي في القارئ المثقف واحد طبيب واحد مهندس واحد أستاذ في الجامعة واحد داعية واحد طالب علم ثم لا يقرأ هذه مشكلة هذا شيء لا يفهم أبدا وهذا لا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بإعادة النظر في مثل هذه الأمور فإذن بارك الله فيكم قضية القراءة هي قضية محورية وينبغي أن نراجع أنفسنا في هذا الأمر لكي نصل إلى مرادنا بإذن الله